مساء الخير بتحرير الجالية اللبنانية في السودان وعودة قوافلهم عبر السعودية فان لبنان يترقب تحريره رئاسيا وان بدت عمليات الاجلاء معقدة في الوقت الراهن وما زادها تعقيدا موقف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي خاض حرب تحرير على جبهات محلية وخارجية من مرابضه في معراب اطلق جعجع معركة ضد الانتداب الفرنسي في الرئاسة اللبنانية وخاطب باريس كخصم يساند حزب الله ويعقد معه صفقات تجارية واستثمارية ويمنحه في مقابلها سليمان فرنجي في بعبدة ومعركة جعجع زرعت الشك في الاتفاق السعودي الايراني وتناولت بنوده كمن يحلل في اتفاق معراب من دون احتساب ان صفقة اقليمية بهذا التطور انما دخلت فيها الصين وروسيا وسلطنة عمان وربما لم تمانعها امريكا وكلام رئيس حزب القوات وضع بلوكات سياسية على اي جلسة لصالح فرنجي ونصب من الان حاجز النصاب والتعطيل وفي المقابل فان مواقف الثنائي وتحديدا على جبهة حزب الله لم تخدم المرشح الطامح الى القول انه في خدمة كل اللبنانيين وليس مرشحا حزبيا فبعد العزف المنفرد للشيخ نعيم قاسم ومعادلته فرنجي مقابل الفراغ تحدث سيد هاشم صفي الدين عن الرئاسة بمنطق الاوكازيون الاخير واعتبر انه اذا لم يسارع بعض اللبنانيين الى ما يعرض عليهم الان فسيأتي الوقت الاتي وهم غير قادرين على ان يحصلوا حتى على عرض اليوم وبالتالي على هؤلاء ان يستعجلوا اغتنام هذه الفرصة والتأخير ليس لمصلحتهم على الاطلاق لانهم فاقدي اوراق القوة مهددا بان لبنان ينتقل الان من مرحلة التأزم الى مرحلة الفوضى العارمة وفي كلا خطابي القوات وحزب الله فان لبنان يقع حبيس المواقف التصاعدية والتي لا تنتج رؤساء بل تبقي على عوامل التوتر والاستفافات والمرشح الاقوى السيادي المسنود على دول عربية ودولية او الذي لا يطعن بالظهر والمدعوم من فرنسا وما يميز بين الفريقين ان ثنائي له مرشح واحد لتاريخه فيما المعارضة تتلوى على اكثر من فصيل وكل فيلق باسم وحتى الساعة فان فاريس لم تترك ساحة بنشعي لكن كلمة السر لم تصل من السعودية بعد بانتظار رؤية هلال سفيرها في بيروت وليد البخاري وجولاته على المرجعيات وتبيان ما اذا كانت المملكة ستتمسك بمواصفات سبق وان رسمتها او انها ستتبع نظام الحمية الرئاسية وعلى الرغم من اشاعة اجواء التغيير في الرياح السعودية غير ان مصادر الثنائي تشير الى انها لم تتلقى اي نسائم بعد مع تسجيلها عوامل مهدئة في خطابات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتشير مصادر الثنائي الى ان الرئيس نبيه بري لن يدعو الى جلسة انتخاب الرئيس قبل القبض على النصاب النصف زائد واحد لانتخاب فرنجي وهو سوف يفعل وان لم يتأمن نصاب الثلثين وذلك بهدف احراج الطرف المعارض وتبيان سعيه الى التعطيل لكن الخمسة وستين نائبا هي مرحلة تعقب الافراج عن كلمة السر السعودية وهو ما لم يحدث بعد وبالانتظار يفتتح اللبنانيون ثلاثاء اسبوعا اخر من المعارك والتي ينطلق بعضها قضائيا في جلسات التحقيق الفرنسية اللبنانية مع حاكم مصرف لبنان رياض سليمي وشقيقه رجا ومساعدته مريان لحويك واخرين وتحمل القاضية الفرنسية الى بيروت دفعة مكررة من الاسئلة التي سبق وانالت اجوبتها في مراحل التحقيق الاولى